الجامعة الافتراضية السورية كتاب القانون الإداري واحد للدكتور مهند نوح الوحدة التعليمية الثانية خصائص القانون الإداري ومصادره يغطي هذا التسجيل من الصفحة الواحد والعشرون إلى الصفحة الثالث والثلاثون يتميز القانون الإداري بجملة من الخصائص التي تجعل له الذاتية مستقلة عن باقي فروع القانون إضافة إلى أنه يملك مصادر متميزة لقبائده تختلف إلى حد ما عن بقية فروع القانون وتطبعه بخصوصية في هذا المجال ونظرا لما لهذا الأمر من أهمية من حيث المفهوم والنتيجة لا بد لنا من طرحه بشيء من التفصيل وفق ما يني أولا خصائص القانون الإداري يتميز القانون الإداري بجملة من الخصائص فهو حديث نشأة وغير مقنن وذو طبيعة قضائية ويتسم بالمرونة والتطور السريع الخاصية الأولى القانون الإداري حديث نشأة يتميز القانون الإداري بأنه قانونا فرنسي حديث نشأة إذا تمت مقارنته بوقية فروع القانون كالقانون المدني مثلا الذي ترجع جزوره إلى أزمنة موغلة في القدم فالقانون الإداري ظهر في فرنسا مع قيام الثورة الفرنسية أي في نهاية القرن الثامن عشر وكان ذلك في مجال ضيق ومحدود ثم عاد واتسعد دائرته في قرن التاسع عشر واستقرت أحكامه في القرن العشرين وانتقل إلى الدول التي انتهجت نهج فرنسا وهي الدول التي تعرف اصطلاحا باسم الدول ذات النظام الإداري وترجع حداثة القانون الإداري إلى عدة أسباب واحد تأخر ظهور الوحدات الإدارية فكما ذكرنا عند تعريفنا للقانون الإداري أن الوحدة أو المنظمة الإدارية العامة هي محور قواعد هذا القانون من حيث تنظيمها ونشاطها لذلك فقد تأخلت قواعد هذا القانون في الظهور ولم تظهر إلا مع نظر فكرة الوحدات الإدارية وذلك حين امتدت وظيفة الدولة في فرنسا إلى مجال النشاط الإداري بقصد إشباع الحاجات الجماعية وتحقيق المصانح العامة إثنان حداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة إذ حين نضجت فكرة الدولة تم الآتراف لها بالشخصية القانونية وتمييزها عن شخصية الحكام وقد أدى ذلك إلى تقرير مبدأ مسؤولية الدولة والتوسع فيه مما ساعد على نمو القانون الإداري الذي يعني عناية بالغة بمسؤولية الإدارة العامة عن أفعالها المادية وقراراتها مما ساعد على نمو القانون الإداري الذي يعني عناية بالغة بمسؤولية الإدارة العامة عن أفعالها المادية وقراراتها الإدارية التي تسبب ضررا بالأفراد ثلاثة تأخر نشأة مجلس الدولة وقد كان ذلك من أهم العوامل التي أدت في فرنسا وهي مهدو قانون الإداري إلى تأخر هذا القانون نفسه وذلك لأن هذا الفرع من القانون إنما هو قانون قضائي من صنع مجلس الدولة الفرنسية حيث يلاحظ أن القضاء العادي لم يمنع من نظر المنازعات الإدارية إلا بعد قيام الثورة الفرنسية التي قرر رجالها إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وجوب استقلال السلطة الإدارية بالفصل بالمنازعات المتعلقة بها كما رأينا سابقا ومن ثم منع السلطة القضائية من النظر بها وما قاد إليه ذلك من تطورات تاريخية ليست بالقصير تمخضت أخيرا عن إنشاء مجلس الدولة الذي وضع قواعد القانون الإداري مع مطلع القرن التاسع عشر الخاصية الثانية مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره لما كان القانون الإداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع ولما كانت هذه المصلحة تتسم بالمرونة والتطور المستمر بحيث تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان وكانت طبيعة الروابط والعلاقات الإدارية التي يحكمها هذا القانون تتسم بدورها بالمرونة والتطور السريع فإن من الطبيعي أن يتصف القانون الإداري بالطبيعة المرنة وبالقابلية للتطور السريع وبشكل يفوق بكثير سرعة تطور القوانين الأخرى فالقانون الإداري شديد الحساسية بما يجري في البلاد من تطورات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وإذا إي استمرار هذه التطورات فإنه يجب أن تكون قواعد القانون الإداري قابلة للتطور السريع حتى تتجاوب مع الظروف المتغيرة وحتى لا تعوق النشاط الإداري أو تشل يد السلطة الإدارية ومما ييسر مثل هذا التطوير أن الكثير من القواعد الإدارية لم يلد في القانون بل تضمها لوائح إدارية من صنع السلطة الإدارية وحدها وهو الأمر الذي يتيح للإدارة واجهة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون الرجوع إلى السلطات العامة الأخرى وفي أي وقت يلائمها وفي الحقيقة أن المرونة التي تتسم بها قواعد القانون الإداري وما تؤدي إليه من قابلية هذه القواعد للتطور السريع قد ساعدت على استجابة القانون الإداري لكل تغير في الظروف ومواجهة التقدم العلمي والتقني والتحول في المزاهب الاقتصادية والاجتماعية وآثار الحروب والأزمات والظروف الاستثنائية العصيبة وازدياد عدد السكان وتعقد المشكلات الإدارية ومقومات التنظيم الإداري كل ذلك دفع بالقانون الإداري من مؤخرة القوانين إلى صفوفها الأولى وصدارتها حيث برزت أهميته القصوى في تطوير حياة الشعوب والمجتمعات ومن ثم اختلفت النظر إليه من قانون للاستبداد وتكريس سلطات الإدارة إلى قانون يحقق العدالة ويكفر حقوق حريات الأفراد ومن مظاهر القانون الإداري في الوقت الحالي اتساع نطاقه بحيث أصبح يشمل كافة قواعد المتعلقة بتكوين السلطات الإدارية وتنظيمها وتحديد وظائفها ومهامها وبيان الاختصاصات المقررة لها وكذلك القيود المفروض عليها ضماناً لاحترام الحقوق والحريات الفردية وكذلك يشمل مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين السلطات العامة فيما بينها وبين الأفراد والناشئة عن روابطها العقدية ومسؤوليتها عن أفعالها المادية وقراراتها الإدارية الضارة بالأفراد ويشمل كذلك الأحكام المتعلقة بجهة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ولكن هذه المرونة والقابلية للتطور السريعة قد تؤثران في القيمة المعنوية لقواعد القانون الإداري وثقة الناس بها واحترامهم لها ذلك أن القانون من خصائصه الثبات والاستقرار والعمومية وأن تحقيق العدل والمساواة بين الناس لا يكون كاملاً إلا إذا كان القانون واحداً وعاماً ولا شك في أن المرونة القانون وتطوره السريع قد يؤثران على هذه القيم لأن المرونة تتنافى مع التحديد والتطور السريع يحول دون إمكان الإمام الدائم بقواعد القانون الإداري الخاصية الثالثة القانون الإداري قانون قضائي النشأة من دراستنا لظروف نشأة القانون الإداري تبين لنا أن القانون الإداري كان من صنع القضاء فإذا كان هناك قوانين كثيرة تحكم الإدارة العامة في تنظيمها ونشاطها إلى أن القانون الإداري اعتمد لزمن طويل بشكل واسع على أحكام القضاء كمصدر رئيسي لمبادئه ونظرياته العامة والحقيقة إن السما القضائي للقانون الإداري لم تأتي من فراغ إذ يتميز دور القاضي الإداري بصورة لا نظير لها لدى القاضي العادي سواء من ناحية تطبيق القواعد القانون وتفسير أحكامه أم في مجال القصور المعروض أمامه مع تمتعه بسلطة تقديرية واسعة في تفسير النصوص التشريعية لتحديد مدى انطباقها على المنازع ولكن الدور الخلاق للقاضي الإداري يظهر في حالة خلوة تشريع من حكم أصل المسألة محل النزاع إذ يقوم في هذه الحالة بابتكار حل القانوني المناسب لمشكلة من المشاكل القانونية الإدارية وفي هذه الحالة تنسب القاعدة القانونية إلى القضاء وليس إلى المشرع وهذا الدور الأخير الهام الذي ينضلع به القاضي الإداري هو الذي يشار إليه في علم القانون الإداري بالدور الإنشائي للقاضي الإداري فمن الملاحظ أن النظريات العامة والمبادئ الكبرى التي تحكم العمل الإداري ونشاط السلطة الإدارية ووسائلها المادية أي الأموال العامة تعتبر جميعها من صنع القضاء أساسا وإن سنجنها المشرع بعد ذلك في نصوص تشريعية ومن هنا جرت أقوال الفقهاء على وصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي النشأ ولعل أهم ما ساعد القاضي الإداري على أداء هذا الدور الخلاق أنه منذ نشأته في فرنسا على وجه الخصوص رفض تطبيق القانون المدني على المنازعات الإدارية المتصلة بروابط علاقات القانون الإداري وحتى في الحالات التي أخذ فيها ببعض نصوص القانون المدني وطبقها على الخصوم المتروحة إليه فإنه لم يعتبر نفسه ملزما بتطبيقها وإنما طبقها باعتبارها من قبيل الحلول القضائية المناسبة للفصل في المنازعة والتي تتلاءم مع روابط علاقات القانون الإداري وقد حرص القاضي الإداري على الدوام فيما يبتدعه من قواعد قانونية على التوفيق بين المصلحة العامة التي تستهدفها جهة الإدارة والمصالح الخاصة للأفراد ولكن يلاحظ أخيرا أن القانون الإداري ظل حتى سنة 1950 تقريبا ذا طابع قضائي إنشائي وغير أنه أصبح ولا سيما في السنوات الأخيرة ذا طابع نصي حيث انحسن دور القاضي الإداري وتزايدت النصوص القانونية واللائحية إلى حد كبير لذلك ونظرا لتزايد دور المشرع في المجال الإداري فإن الفقه المعاصر لم يعد يرى في القانون الإداري قانون القضائي بل أصبح يرى فيه قانون قضائي النشأة الخاصية الرابعة عدم تقنين القانون الإداري نقصد بالتقنين تجميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها مع إدماجها في مدونة رسمية واحدة تصدر عن السلطة المشرعة المختصة وذلك في شكل تشريعات عادية وللتقنين ميزة أساسية تتمثل في تسهيل الرجوع إلى القواعد المقننة من جانب المشتغلين لتطبيق القانون وتنفيزه ودراسته وذلك نظرا لتعقد التشريعات وتشعوبها في معظم دول العالمين المعاصر وما ذلك فإن التقنين منتقد لما يترتب عليه من جمود من شأنه أن يمنع القانون من مسايرة التطور الذي يطرأ على المجتمع علاوة على ما قد يضفيه التقنين من جمود قد يحجم المشرع معه عن الإقدام على تعديله على الرغم من ضرورة ذلك في مواجهة الظروف المستجد وفي الحقيقة إن كون القانون الإداري قانونا غير مقنن على النحو المذكور سابقا إنما يرجع إلى أسباب مختلفة منها أن القانون الإداري لم يكن معروفا في فرنسا وقت وضع مجموعات القوانين الكبرى في عهدنا بليون مثل المجموعة المدنية أو التجارية أو قانون العقوبات إلى آخره كما أن القانون الإداري نشأ ببطء وبالتدريج كما أنه قانون مرن سنيع التغير حتى يلائم ما بين المصالح المختلفة التي يحكمها والتي تتطور مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد ومن الأسباب التي قادت إلى عدم تقنين القانون الإداري أيضا أنه قانون يترك مجالا واسعا من التقدير والحرية للقادر الإداري ويعتمد على مبادرته إلى حد كبير وذلك حتى يراعي الاعتبارات والظروف لكل حال على حدة من ناحية أخرى يلاحظ أن معظم التشريعات الإدارية تتمثل في اللوائح الإدارية كما سيتوضح عند دراسة مصادر القانون الإداري واللوائح تتناول التفصيلات والجزئيات الخاصة بقواعد القانون الإداري لذلك من العسير جمعها أو حصرها في مجموعة واحدة خاصة أنه يتم تعديلها واستبدالها في فترات قصيرة حتى يمكن أن تتلاءم مع الظروف المتغيرة مما يجعل الإقدام على تقنينها ضرب من العبث حيث لن يكون هناك فائدة من تقنينها بيد أن استحالة تقنين القانون الإداري بأكمله لم يمنع من التقنين الجزئي لبعض موضوعاته خاصة تلك التي تتمتع بثبات نسبي مثل التنظيم الإداري ونظام الوظيفة العامة وقانون نزع الملكية للمنفع العامة ثانياً مصادر القانون الإداري مصدر القاعدة القانونية هو الطريق المعتمد الذي تنفذ منه قاعدة من قواعد السلوك إلى دائرة القانون الوضعي وتكتسب بمرورها منه عنصر الإلزام أي تصبح بعد مرورها منه ملزمة للأشخاص وواجبة التطبيق في المحاكم والأصد أن المصدر الوحيد للقواعد القانونية يتمثل في إرادة الدولة إذ أن القانون في جوهره تعبير عن هذه الإرادة ولكن الدولة لا تعبر عن إرادتها بأسلوب واحد بعينه إنما تختلف هذه الأساليب باختلاف السلطة العامة الموكول إليها التعبير عن هذه الإرادة ومن هنا تتعدد المصادر الرسمية للقواعد القانونية بتعدد السلطات التي تعبر عن إرادة الدولة بحيث يتم ترتيب هذه المصادر بصورة متدرجة من حيث قوتها الإلزامية بهدف منع وقوع التعارض بينها وتحقيق الترابط بين كافة القواعد القانونية التي يتكون منها التنظيم القانوني للدولة والمصادر الرسمية للقواعد القانونية بشكل عام هي التشريع والعرف والقضاء ويختلف ترتيب هذه المصادر من حيث الأولوية في إنتاج القواعد القانونية من تشريع لآخر ففي القانون الجنائي لا مجال لغير التشريع ليكون مصدراً رسمياً لقواعده لأنه لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في حين يلاحظ مثلاً أن للعرف الدور الأول في تكوين قواعد القانون التجاري أما في القانون الإداري فإن الأمر يختلف كثيراً حيث يلاحظ الدور المرموق الذي يلعبه القضاء في تطبيق أحكام التشريع وفي ابتكار الحلول في حال خلو التشريع من الحكم اللازم في الحقيقة عندما نقرر أن القضاء الإداري هو المصدر الأهم للقانون الإداري ومن ثم نعترف له بسلطة وضع القواعد القانونية فإننا نعني بذلك أن ننقاضي الإداري استوحي هذا الحل العادل من المبادئ القانونية العامة التي يكشف عن وجودها ويعمد إلى تكرار تطبيقها في الحالات المماثلة وبناء عليه سنبحث في مصادر القانون الإداري الرسمية أي التشريع العرف القضاء بما يكشفه من مبادئ قانونية عامة في المطالب الثلاثة التالية التشريع أولاً التشريع يقصد بالتشريع بمعناه الضيق كل قاعدة عامة مجرد تصدر عن السلطة المختصة بسن القوانين وفقاً لأحكام الدستور أما المعنى العام للكلمة ذاتها فيتضمن كل قاعدة عامة مجرد أي كان مصدرها وسواء أتمثلت في نصوص دستورية أم قانونية أم قرارات إدارية ويتميز التشريع عن غيره من مصادر القانون بالوضوح والتحديد وذلك بحكم تقنينه كما يتميز التشريع أياً كان من شاءه بتمتعه بالحجية المطلقة أمام المحاكم بشرط أن يتفق مع مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يفترض خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى وبالتالي تخضع القاعدة التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية للقاعدة الدستورية وتخضع اللوائح لكل من القواعد الدستورية والقواعد الصادرة عن السلطة التشريعية ويلاحظ أن قواعد القانون الإداري ذات الطابع التشريعي تتضمنها نصوص ذات قيمة قانونية متفاوتة على سلم المشروعية فبعضها تتضمنها نصوص الدستور كالمبادئ الأساسية في تنظيم الإدارة المحلية أي المادتان 129 و130 من دستورنا الدائم وكثير من قواعد القانون الإداري ترد في التشريعات المختلفة مثل قانون المدني أو قانون العقوبات فالقانون المدني وهو أهم فروع القانون الخاص على الإطلاق يضم قواعد قانونية كثيرة تنتمي في حقيقتها إلى فلك القانون الإداري مثل تلك القواعد المتعلقة بالأموال العامة والأشخاص المعنوية العامة وعقد التزام المرافق العامة كما أن قانون العقوبات يتضمن أيضا أحكاما خاصة بإضراب الموظفين وإطلاف الأموال العامة من جهة أخرى هناك الكثير من القوانين التي تنظم مسائل إدارية محددة مثل القوانين التي تنظم أوضاع الموظفين وقوانين الإدارة المحلية والاستملاك والعقود التي تبرمها الإدارة وإلى جانب النصوص ذات القيمة الدستورية والقانونية فإنه يلاحظ أن الجانب الأكبر من قواعد القانون الإداري المكتوبة والتي تساهم في تكوين معنى التشريع بمعناه واسع إنما تتشكل من اللوائح الإدارية التي هي عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية وتنظم وضعا إداريا معينة فالقانون بوصفه تشريعا صادرا عن السلطة المختصة أصلا به أي البرلمان لا يستطيع أن يعالج كافة العلاقات والروابط الإدارية ومن ثم يكتفي عادة بوضع الأسس العامة لبعض هذه العلاقات تاركا للسلطة التنفيذية مهمة استكمال هذا النقص ووضع التفصيلات والجزئيات اللازمة لحكم هذه العلاقات والروابط عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لذلك ويلاحظ في هذا المقام أن هذه اللوائح باعتبارها تحكم مختلف النواحي الإدارية لا يكاد يدركها الحصر ومن الصعوبة بمكان البحث فيها أو الإحاطة بها العرف المقصود بالقواعد العرفية بشكل عام مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة المستمدة من العرف الناشئ عن إطراد السلوك في مسألة معينة على نحو ملزم أما القواعد العرفية الإدارية فهي تلك القواعد غير المكتوبة التي تتكون من جراء العادات التي تلتزمها الإدارات العامة في مجال الشؤون الإدارية المختلفة وذلك فيما بينها وفيما بينها وبين الأفراد مع توافر الشعور بإجزامية هذه القواعد ووجوب احترامها قانونا ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن العرف الإداري يقوم على عنصرين أساسيين هما العنصر المادي والعنصر النفسي أو المعنوي واحد العنصر المادي أي الاعتياد وينصرف مفهوم العنصر المادي اللازم لقيام العرف الإداري إلى الاعتياد ويقصد به قيام الإدارة العامة باتباع قاعدة معينة بخصوص تصرفات إيجابية أو تصرفات سلبية تتمثل في الترك وهو الأمر الذي يترتب عليه نشوء عادة إدارية من جراء تكرار هذه التصرفات ويشترط لقيام العادة الإدارية توفر أربعة شروط فيجب أولا أن تكون العادة عامة بمعنى أنه يجب أن لا يكون اتباع العادة في حالات دون أخرى بل يجب إعمالها كلما توفرت شروط تطبيقها ويجب ثانيا أن تكون العادة قديمة وذلك للتدليل على أن سلوك الإدارة بشأن موقف إداري محدد لم يكن وليد نزع عابرة لفترة قصيرة ويجب ثالثا أن تكون العادة ثابتة ويقصد بالثبات هنا قيام الإدارة بمراعاة أوضاع معينة بصورة منتظمة غير متقطعة ويجب رابعا وأخيرا أن تكون العادة مشروعة بحيث يجب أن لا ينشأ الآتيات الإداري مخالفا لنص قائم بشكل مباشر أو غير مباشر والمقصود بالعنصر المعنوي بالنسبة للعرف كمصدر للقانون الإداري هو توافر الاعتقاد بإلزامية القاعدة المتبعة عادة كلما تجددت الحالة التي تبعت فيها من قبل أي توافر عقيدة الإلزام أو ما يسمى بالشعور القانوني وذلك من قبل السلطة الإدارية التي قامت بالعمل المعتاد الذي كان محلا للعنصر المالدي ومن أهم الآثار التي تترتب على توافر عقيدة الإلزام بالنسبة للأعراف الإدارية أن تكون هذه الأعراف منزمة للإدارة وهو ما يوجب اعتبار قرارات الإدارة المخالفة للأعراف الإدارية قرارات معيبة وقد اختلف الفقه بشأن أساس القوة المنزمة للعرف الإداري إلى أن استقر الفقه الحديث على أن هذا الأساس يتجلى في ضرورة القواعد العرفية وذلك بسبب قصور التشريع ونقصه وعدم اكتماره من جهة وتشعب متطلبات الحياة الإدارية من جهة أخرى ولكن يجب أن نلاحظ أن التزام الإدارة باحترام العرف الذي جرت على اتباعه بصدد حالة إدارية معينة لا يعني إجبارها على تطبيقه بصورة دائمة إذ أن للإدارة الحق في تعديل وتغيير العرف بما يتفق مع الظروف المتغيرة ومتطلبات المصلحة العامة ولكن ليس للإدارة أن ترفض تطبيق العرف السريع بشأن حالة من الحالات بحج أنها مصادة تعديله ثم تأخذ به في حالة أخرى وقد جرى أغلب فقه القانون العام على تقسيم العرف الإداري إلى عدة أقسام واحد العرف المفسر وهو الذي يهدف إلى تفسير نص مكتوب أو توضيح معناه أي أن أثره يقتصر على ذلك دون أن يتعدى إلى إنشاء قاعدة جديدة لذلك يمكننا القول بأن العرف الإداري المفسر ليس إلا تطبيقا للقاعدة المكتوبة المشمولة بالتفسير 2- العرف المكمل وهو العرف الذي يسد نقصا في النصوص الإدارية وذلك بغية تنظيم مسألة لم تتناولها هذه النصوص ويتم ذلك إذا اعتادت الإدارة اعتيادا منزما على معالجة وضع لم يهانجه نص وبالتالي يمكن القول أن العرف المكمل عرف منشأ وهو يقوم على افتراض عدم مخالفة التشريع وهو الأمر الذي يجعل هذا العرف عرفا معتبرا 3- العرف المخالف إذ يمكن أن تجري الإدارة العامة في مباشرة نشاط معين لها على ما يخالف التشريع وفي هذه الحالة يعتبر العرف فاسدا لعدم استفائه أحد أهم شروطه وهو أن لا يكون مخالفا لما يقضي به القانون المكتوب الإجتهاد القضائي المبادئ العام للقانون القضاء عدت معاني ولا يقصد بالقضاء كمصدر للقانون المعنى العضوي الذي ينصرف إلى أعضاء الهيئات القضائية إنما المقصود هو القضاء بمدلولاته الموضوعية التي تنصرف من ناحية إلى الفقر في نزام معين معروض عن القاضي وينصرف من ناحية أخرى إلى اضطراد الأحكام واستقرارها في اتجاه معين والقاعدة المسلم بها قانونا هي أن وظيفة القضاء تتمثل في الفصل بخصومة معينة دون خلق قواعد قانونية عامة التطبيق فالحكم القضائي لا تكون له قوة الإلزام القانوني إلا في خصوصية النزاء الذي صدر فيه وذلك عدد دول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية حيث تلتزم المحكمة وكذلك المحاكم الأدنى منها درجة بأن تتبع في المستقبل القاعدة التي قررتها في حكم من أحكامها وهو ما يسير عليه الحال في البلدان الإنبلو أمريكية صحيح أن القاضي لا يملك سلطة إصدار لوائح أو قرارات عامة يتعين احترامها خارج موضوع النزاع المعروض أمامه إلى أن له بصفة عامة وللقاضي الإداري بصفة خاصة دورا هاما في صياغة القواعد القانونية يقوم على أساس استنباط المبادئ والقواعد القانونية من النصوص أو إنشاؤها بداءة بواسطة محاكم القضاء الإداري فلقضاء في مجال القانون الإداري أهمية خاصة حيث لا يقتصر دوله على مجرد تطبيق وتفسير القانون كنظيره في القضاء العادي ولكنه يمارس دورا إنشائيا واضحا وذلك بما يقرره أو على الأقل بما يكشف عنه من المبادئ القانونية العامة والمبادئ القانونية العامة ما هي إلا قواعد غير مدونة مستقرة في ذهن وضبير الجماعة يعمل القاضي على كشفها عن طريق تفسير هذا الضمير الجماعي العام وتلك القواعد المستقرة في الضمير الجماعي تمليها العدالة المثلة ولا تحتاج إلى نص يقررها وبذلك يتحتم على الإدارة احترام المبادئ والعمل بمقتدى ما تقرره من أحكام وذلك فيما تتخذه من أفعال وتصرفات وإلا كانت هذه الأفعال والتصرفات معيبة ووقعت باطلة ومن أمثلة المبادئ العامة لقانون مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وأمام التكاليف العامة وأمام الضرائب إلى آخره ويلاحظ أن هذا الدور الذي يطلع به القاضي الإداري في استنباط المبادئ العامة للقانون قد قرره القضاء الإداري الفرنسي منذ زمن طويل لذلك فإن الأحكام الإدارية ظلت على الدوام معيناً هاماً تستقي منه أحكام القضاء الإداري ولذلك عني الفقهاء بترتيب تلك الأحكام ونشرها والتعليق عليها وجعلها في متناول الباحثين دور الفقه الإداري في تأصيل وبناء القانون الإداري المقصود بالفقه في مجال الحديث عن مصادر القانون بشكل عام هو مجموعة الآراء التي تصدر عن الفقهاء أي علماء القانون وذلك في شكل فتاوى أو مؤلفات أو مقالات أو تعليقات وتضمن شرحاً أو تفسيراً أو نقداً للقانون ويلاحظ أن للفقه دوراً هاماً في نطاق القانون الإداري يتفوق به على سائر فروع القانون الأخرى ذلك لأن التشريع الإداري يترك للفقه في غالب الأحوال مهمة تحنيد المفاهيم المتعلقة بموضوعات مختلفة كالوظيفة العامة والعقود الإدارية والقرارات الإدارية إلى آخره كما أن خلوب التشريعات الإدارية عادة من المبادئ الأساسية واقتصالها غالباً على تقرير الحلول الجزئية يلقي على كاهل الفقه الإداري مهمة استنبعات القواعد القانونية الغامضة في قانون الإداري وذلك عن طريق الاستعانة بمختلف طرق التفسير بذلك قام فقهاء القانون العام بذل الجهود المبنية للقيام بهذه المهام عن طريق إصدار المؤلفات العامة والخاصة مع نشر المقالات والمحوث الإدارية المختلفة وذلك في سبيل لفت نظر المشرع إلى أوجه النقص والقصور التي تعترض تشريعاً قائم بالإضافة إلى معاونة القضاء عن طريق تعليق على الأحكام وفي الحقيقة أن للفقه الفرنسي دولاً رائداً في هذا النطاق وخصوصاً على مدى القرن العشرين الذي كان قرن فقهاء القانون الإداري الذين سالت أقلامهم لترد الجزئيات إلى أصولها العامة عن طريق مؤلفاتهم الكثيرة ومن هؤلاء نذكر هوريو أي عميد تولوس ودوجي أي عميد بوردو وأندري ديلو باردير وبونام وجيز وفيدل وديل بولفه وفالين وشابو وريشه وغيرهم كثير كما لا بد أن نذكر في هذا المقام الجهود العظيمة التي قام بها فقهاء العرب المصريون ضمن نفس النطاق أخذين بعين باعتبار ظروف المجتمع العربي وخصوصيته عند تناول نظريات القانون الإداري ومن هؤلاء نذكر العميد سليمان الطماوي والأستاذ الدكتور سلوت بدوي والأستاذ الدكتور محمود حافز والأستاذ الدكتور محمد كامل ليلى والأستاذ الدكتور محمد مرديني خيري وغيرهم كثير وخلاصة القول أن الفقه لا يعتبر مصدرا للقانون الإداري ومهمته تقتصر فقط على شرح النصوص والتعليق على أحكام القضاء ولكن مهمة الفقه في مجال القانون الإداري على درجة من الأهمية لأن عدم وجود تقنين عام شامل للقانون الإداري ألقى على عاتق الفقهاء أن يرد التشريعات الجزئية التي يسنها المشرع والأحكام الفردية التي يصدرها القانون إلى أصول عامة حتى يسود بينها الانسجام وبالتالي يمكن فهمها من سهولة نهاية التسجيل ونهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر